السلام عليكم ورحمة الله أتمنى أن تكونوا بخير ومرحبا بكم في مقطع جديد في حلقة جديدة وضر جديد اليوم إن شاء الله سوف نرى le singulier et le pluriel ما معناه هذا الغرع ما معناه هذا الكلام معناه singulier le عرفنا ما معناه singulier معناه المفرد أي و le pluriel الجماع المفرد والجماع وكما قلنا في الحلقة السابقة التي كانت عن المؤنث والمذكر نفس الشيء سينطبق على هذه الحلقة أردت أن أقوم بهذه الحلقة فقط لإعادة ترسيخ المعلومات التي قلتها في الحلقة السابقة لا يتوجد قاعدة عامة تطبق على كل حالات بالنسبة للجمعة أيضا يعني لدينا مثلا في اللغة العربية kelb kilab فتاة فتيات انظروا الاختلاف انظروا الجمع كيف اختلف لماذا أنت لم تقل لأستاذك حينما كنت تدرس لغة العربية يا أستاذي الحمار لماذا لم تقل يا هناك قطة بش 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 لماذا لم تقل لأستاذك يا أستاذي الحمار أنت تصعب علينا اللغة اعطيني قاعدة واحدة أحفظ بها الجمع في اللغة العربية سيرد عليك إذا كنت قد قلت له سيرد عليك أنت هو الحمار لأنه لا يوجد هناك قاعدة في أي لغة قاعدة واحدة تطبق على جميع الحالات جميع الكلمات أيها الحمر أيها الضنكي المهم المهم ليس هناك قاعدة تطبق على كل حالات ولكن يجب أن تعرفوا شيء هو الاس الاس في نهاية الكلمة هي تدل في أغلب الأحيان على أن الكلمة جمع قلت في أغلب الأحيان ليس دائما ليس في كل الأحيان في أغلب الأحيان مثلا كما قلنا غارسون تعني ولد إذا أضفنا لها اس تعني أولاد ويمكن هنا إذا أردناها نكرة نضيف دي إذا أردناها معرفة نضيف لي هنا تصبح دي غارسون أولاد لي غارسون الأولاد رأيتم هنا جمع أضفنا الاس أحيانا يتغير تتغير الكلمة لذلك لا أحب أن تذهبوا أو تذهبوا بمنطق هناك قاعدة واحدة لكي لا تصدموا مثلا تصلوا إلى مستوى متقدم من اللغة وحينما تصادفون مثلا كلمة شوفوا سوف تقول أو هذا هناك خلط بين أو شوفوا أن الكلمتين ليس للمنفس المعنى وناس يخلطون بين هاتين الكلمتين سوف ترون مثلا هذه الكلمتين سوف تقول يا للهول ما هذا أهو جمع أو مفرض أو ما هذا الشيء لأنك لن تجد الاس هنا ومع ذلك فهذه هاتين الكلمتين هما كلمتين جمع هذا جمع لي هو حصان يعني هنا أحصان وهنا شعرة سوف أسميها شعرة أو زغبة كما نقول باللغة زغبة وشعر كيف نقولها شعرة فقط هنا شعر الشعر أو شعر شعر الرأس شعر هنا مذكر هنا مذكر المهم هنا حصان واحد انظروا الجمع كيف أصبحت لم نضيف الاس وهناك بعض الناس يخطئون يخطئون ويقومون بوضع اس ضمن منهم أنها هو الجمع ولكنها هو الجمع لأنها حالة خاصة لأن هناك سوف نعود لنفسي ليس لا توجد قاعدة عامة تطبق على كل كلمات بالنسبة لهذه أضفنا لهذه الكلمة أضفنا فقط هذه تسمى ولا ينطق في الأخير لا ينطق حداري يا أختي حداري كما قلت لا تنطق لا تنطق الأكس هنا أن أحد يصبح شعرات تصبح شعرات وشعرات هو جمع كأننا لا نقول شعر كأننا نقول شعرات لأنه جمع شعرات 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 الرأس لأن هناك كثير من الناس يصحابون لا يحولوا لا يقوموا يظنون أن هذه الكلمة مفرد ولكن يجمع يجمع لهذه الكلمة المهم أظن هذا كله لا يوجد كما قلت لا يوجد درس فقط هو سوف نقول لكي أشعل لكم البولة لكي أشعل لكم مصباح في دماغكم وكي تقولوا آه لقد فهمنا الآن لا يوجد هناك قاعدة عامة المهم هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس أتمنى أن تكونوا قد استفدتم ولماذا استفدت شنري شنون دي المهم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم بالنسبة للأناس الذين استفدوا لا تبخلوا علينا بالنقر على زر أبوني على اشتراك سبسكرايب يعني زر الشراك وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد لقد بحيت وبالنسبة للأناس الذين لأول مرة يعني يشاهدوننا لا تبخلوا علينا بالشراك وبالنسبة للناس القدامة شجعونا شجعونا لكي نكمل إن شاء الله في هذه المسيرة الطيبة ولكي لا نقف كما فعلنا في كلماروكا مع المغاربة المهم سوف أن وينهو إلى هنا وصافي بركة لنا نجحينا وبنسبة ل إنسو المهم السلام عليكم شكراً للمشاهدة